حول كل هذه التطورات إن كان من ناحية الاستيطان أو من الناحية السياسية مرام الله معنا ورسولنا فراس لطفي أهلا وسهلا بك فراس إلى أخبار العالم ما هو حجم هذا الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة وفترة الأسبوع السابق كان فيه اشتباكات كثيرة في تلك المناطق أو إضرابات واعتصام بالفعل لربما أن هذا الإعلان يأخذ أهمية من كونه الإعلان الأول للاستيطان في مدينة القدس بعد تولي ترامب مقاليد الحكم في واشنطن وهذا لربما بالون اختبار كما يعتقد الفلسطينيون لموقف ترامب السياسي اتجاه القضية الفلسطينية أكثر من 560 وحدة استيطانية في مستوطنتين في راموت وراموت شلومو إلى الشمال الغربي من مدينة القدس يعني توسيع الاستيطان ويعني أن الأرض الفلسطينية تتآكل يوما بعد يوم وهي المفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية الاستيطان لم يتوقف ولكنه كان مكبلا نوعا ما في ظل الإدارة الأمريكية السابقة فنتحدث عن أرقام كبيرة أكثر من 27 ألف مستوطنة ومصادقة على بناء استيطاني كان عام 2016 معظمها كانت في مدينة القدس واليوم نتحدث عن استكمال لمخططات استيطانية كبيرة لربما نهايتها يكمن في نية اليمين الإسرائيلي المتطرف ضم مستوطنات إلى محيط القدس وضم الضفة الغربية أو إذا صح التعبير مناطق جيم التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا إلى السيادة الإسرائيلية وعني ذلك قتل حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم